أعلنت الخارجية الأمريكية أن اتفاق الهدنة في صالح الفلسطينيين والإسرائيليين وفي مؤتمر صحفي أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تبحث مع مصر وقطر وإسرائيل رد حماس على اتفاق الهدنة في غزة مضيفة أن أي عملية في رفح الفلسطينية ستزيد من معاناة الفلسطينيين أشرت الخارجية الأمريكية إلى أن أولوية واشنطن القصوى هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بخروج المحتجزين وزيادة تخول المساعدات لفتة إلى أن واشنطن لم ترى خطة إنسانية ذات مصداقية يمكن تنفيذها قبل عملية في رفح الفلسطينية وقد قمت بإسرائيل ومساعدة 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 ووانجي وقد قمت بإسرائيل في هذه المتحدة أن إذا كنا لم يعمل فلسطينينا ستجعل وقد قمت بإسرائيل عن ذلك ترجمة نانسي قنقر